حين حطت بهم طائراتهم الشراعية وصفوا المكان بأنه أكثر الأماكن غرابة وجمالا على وجه الأرض كان ذلك سابقا للعام 2014 حين وصل مجموعة من الطيارين الشراعيين إلى جزيرة سقطرة وهو تاريخ توقفت بعده كل الاستكشافات حول الجزيرة التي عادت إلى عزلتها العلمية من جديد سبقهم في المغادرة فريق بلجيكي من أهم مستكشفي وباحث الكهوف والذي عمل تحت إشراف المختص في شؤون الجزيرة بيتر ديغيست كان الفريق قد عثر على أهم مقتنيات الجزيرة حيث فك شفرة كلمات كتبت باللغة الثمودية على لوحة خشبية يعود تاريخها إلى المائة السابعة قبل الميلاد وكان لدى الفريق البلجيكي مشروع علمي واسع يحول ثلاثة من أكبر كهوف سقطرة إلى مزارات علمية ويقوم بتوثيك كل الكتابات الأثرية المنقوشة على جدرانها أسهم في وضع المشروع باحثون من بريطانيا وألمانيا وفرنسا لكن يبقى أعظم ما تم اكتشافه في الجزيرة هو ما توصل إليه البلجيكي كيفيندم والذي وقف وسط قاعة واسعة داخل جامعة بارسل البلجيكية معلنا عن تدوينه لما يفوق العشرة ألاف سنة من عمر الجزيرة المنسية قبل انشطارها وظهور الأخاديد والكهوف على سطحها الظروف التي تعيشها الجزيرة اليوم أجلت رحلة اكتشافها وبعدت بينها وبين من يحبون أن يعرفوا عنها أكثر وعن الأزمان التي تعاقبت على هذه الرقعة النادرة اشتركوا في القناة